سابقا نسمع عن مجرمين يرشقون نوافذ القطارات نعم يحدث ذلك في الجزائر وفي أماكن كثيرة في العالم والدافع أنهم يقفون في أماكن تساعدهم على الاختفاء وحتى إذا توقف القطار فلهم وقت كثير للهروب لكن هؤلاء هنا يتوجدون في قلب العاصمة في قلب الجيسونتر ويرشقون حافلة سياحية بأشياء مختلفة نتمنى أن لا يكون بينها الحجارة هذه الحافلة هنا مفتوحة الصقف أي أن احتمالية إصابة الركاب واردة جدا إذا وصفنا حالة من يقف جوار السكة الحديدية في مكان بعيد ويرشق القطار صاحب الزجاج المضاد للرصاص بالمجرم فما الكلمة التي يمكن استعمالها في حالة هؤلاء حسب مقطع الفيديو المتاح الآن فالأشياء التي كانوا يرمونها على الحافلة ليست حجارة والحمد لله لم يصب أي راكب بسوء خاصة وأن الحافلة كما رأينا في الفيديو تحمل الأطفال أيضا لكن الإصابة الوحيدة كانت في التربية إصابة قاتلة في خلق هؤلاء الصغار المراهقين وجرح أليم في إخفاق أوليائهم في بناء شخصيات سليمة لأبنائهم أترك لكم التعليق على الموضوع حيث يقول الملود وبالعاصمة إنها فعلا كارثة مالك كتب يا لطيف هذو الأشكال مين خرجوا نعم إنها نقص التربية أمينة كتبت يجيبوا دراري والزنقة ربي تعليق آخر لنبيلة مخلا والو إذا جاز قطار يرموا الحجر وإذا جاز ترمواي كيف كيف يعرفوا غير يفسدوا